اشتركوا في القناة وعالم نمساوي عاش ودرس في الوريات المتعيدة طبعا مولده 1922 في فينة وتوفى عام 2017 يعني من قريب وكان هو طبعا حاصل على الدكتوراه في الفلسفة في علم النفس من جامعة شيكاغو وعمل مستشار نفسي في ذارة المحاربين للغدامة ومساعد الراحل في جامعة شيكاغو طبعا مثل ما قلنا هذه نظريثة أنها تقييم مدى ملائمة أو عدم ملائمة موقفك وتحدد العوامل التي تحتاج إليها لتحسين هذا الموقف فمثل ما قلناها ما هذا فإنها ما يوجد نمط موحد أو جامد الغائد بل يكون الغائد بحسب الموقف طبعا منها أيضا يعني من خلال هذا الهدف أن يحدد مصدر الأساسي لمشكلات الذكان يواجهها معرفة ذكامة هذه منها من النقاط اللي عندها معرفة ذكامة الوظيفة في نهاية تناسبك أو لا تناسبك كده لا تناسبك فالانسحاب يكون أفضل لكل الوظيفة طبعا السمات أو العناصر اللي يركز عليها أنت كقائد فتكون السمت العلاقة بين القائد ومرؤوسيا أنتم موظفينك شنو العلاقة اللي بينكم شنو المشكلات اللي بينكم تحليلها وتشوفوا الأمور اللي تصلح من خلال نظرتك للمواقف اللي منهم ثاني شيء مستوى التنظيم بالعمل طبعا هو مستوى التنظيم بالعمل اللي هو مثلا يعني كل عمل له خصوصيته يعني مسؤول المبيعات له خصوصيته مسؤول الصيانة له خصوصيته فعند كرئيس أو كقائد تغيم هذا وتشوف تنظيمه من العمل الثالثة السلطة ما هي الصراحيات الممنوعة لك من حيث الثواب والعقاب هذه هم ما في النظرية وشكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر